نعم انطلقت في تمام الساعة السابعة صباحاً عملية الاقتراع العام لانتخابات بلامان قليم كردستان بدورته السادسة هذه الانتخابات يتوقع لها مراقبون أن تشهد زخماً جماهيرياً كبيراً وعرساً انتخابياً كبيراً في عموم محافظات قليم كردستان الآربعة منذ الصباح الباكر أدل رئيس حكومة قليم كردستان السيد مسرور البارزاني بصوته وكذلك أدل رئيس حكومة قليم كردستان السيد جيرفان بارزاني بصوته في هذه الانتخابات التي يتوقع لها مشاركة واسعة من قبل الجماهير الكردستانية إذا مردنا نتحدث بالأرقام عن أعداد الناخبين في عموم قليم كردستان أكثر من ثلاثة ملايين سيشاركون في هذه الانتخابات من ضمنهم المشاركين بالتصويت الخاص قسم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية في أربيل دائرة واحدة وفي السليمانية وأيضاً في دهوك وحلبجة هنا في قليم كردستان سيشارك في هذه الانتخابات أو قسمت مراكز الاقتراع بحدود 500 مركز اقتراع توزعت هذه المراكز على أقضية ونواحي محافظة أربيل يتوقع مراقبون التشهد هذه الانتخابات تنافساً شديداً من الأحزاب الكردية وخاصة ما بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني وأيضاً حركة التغيير وبقية الأحزاب الكردستانية في هذه الانتخابات لأول مرة مفوضية الانتخابات تشرف على هذه الانتخابات وأيضاً ستكون فيها مراقبة دولية كبيرة لآلاف المراقبين الدوليين وكذلك المحليين في هذه الانتخابات أيضاً سيتم العدوى الفرز الكترونيين وهذه الأول مرة وأيضاً تم نصب كاميرات مراقبة في كل المراكز الانتخابية بمعدل أربع كاميرات في كل مركز انتخابي نعم هذه الانتخابات ستكون انتخابات مهمة ومفصلية في إقليم كردستان يعني وفق مراقبين هذه الانتخابات قد تغير شكل الخارطة السياسية في عموم إقليم كردستان إذا ما ردنا نتحدث أيضاً عن عدد مقاعد كل محافظة من محافظات إقليم كردستان فهي أريبيل 34 مقعد في سليمانيا 38 وفي دوهوك 25 وفي حلبشة ثلاثة مقاعد عدد المرشحين الانتخابات برلمان إقليم كردستان 1991 مرشحون في أريبيل عدد المرشحين 395 مرشح يتنافسون على 34 مقعد في أريبيل عدد مقاعد إقليم كردستان 100 مقعد من ضمنها مقاعد الكوتا وأيضاً ستكون هناك بحدود 25 و30 مقعد كوتا النساء هذه الانتخابات مهمة من إقليم كردستان وأيضاً ستكون بإشراف كبير من قبل مراقبين دوليين ومحليين اشتركوا في القناة